السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم إلى درس جديد من دروس تحليل إحصائي باستخدام برنامج SPSS بهذا الدرس إن شاء الله رح نتناول اختبار T-Test للعينات المرتبطة خلونا نتذكر كلمة عينات مرتبطة العين المرتبطة دائماً لازم تكون نفس العينة قبل وبعد مثلاً أنا عندي مجموعة من الأشخاص يجون عنا مركز طبي فرضاً هذا المركز الطبي أعطاهن حمية معينة تبعوا بعد هاي الحمية هيك صارت هاي الأوزان فهن عنا قبل وبعد مثلاً عنا مجموعة من الطلاب أجوني في البداية عملت لهم اختبار وسجلت علاماتهم بعدما سجلت هالعلامات أعطيتهم مجموعة من الدروس التقوية ورجعت اختبرتهم برجع بسجل علامات أشوف هل يوجد فرق بين العلامات قبل وبعد أم لا إذا العين المرتبطة هي نفس العينة دائماً بتكون قبل وبعد بالنسبة لشكل H0 أنا حقول متوسط العينة قبل يساوي متوسط العينة بعد يعني المتوسط متساوي طبعاً بهاي الحالة بيكون الشي اللي نحن عملنا قبل وبعد ما أثر يعني مثلاً طريقة التدريسة الجديدة ما غيرت العلامات الحمية ما غيرت بالنسبة للوزن فرضاً أعطيت علاج لمرض السكر قصة السكر قبل وبعد ما تغير قياس هذا المتوسطات متساوية لش واحد قبل وبعد متساوية غير متساويات في اختلاف يعني هذا العلاج عمل تأثير هذه الحمية أثرت على الوزن هذه طريقة التدريس أثرت على العلامات المتوسطات غير متساوية كما تعلمنا سابقاً دائماً بالاختبارات تبعات المعلمية اختبارات تي تيست لازم البيانات تتوزع توزيعاً طبيعياً أول شي رح نشوف هل البيانات هل تتوزع توزيع طبيعي ولا لا قبل ما نطلع على التوزيع الطبيعي بالنسبة لشكل إدخال البيانات باختبار تي تيست للعينات المرتبطة يختلف عن المستقلة المستقلة إذا بتتذكروا كنت أدخلوا كل العلامات مع بعضاً فأحطنا هنا ذكور وإناث واحد واثنين بناء بالعينات المرتبطة تدخل متحولات كل واحد لحال before متحول after متحول رح نروح على analyze destructive statistics explore رح نختار دول متحولين نشوف توزع وفق التوزيع الطبيعي ولا لا هذا اختيار التوزيع الطبيعي بعدين رح نعرض الأحصائيات الأساسية تمام حصلنا هون على جدول أول شيء الوصف بشكل سريع متوسط الأوزان قبل 92 95% بين الأوزان بين 79 تقريباً ومية وخمسة البعد كان متوسط الأوزان تقريباً 88 طعم نلاحظه في فرق جيد بس هلا رح نشوف هل هذا الفرق أحصائي ولا غير أحصائي أحياناً بيكون في فروقات بس بتكون غير معنوية هل في فرق خلا رح نشوف إذا كان هذا الفرق معنوي أم لا 95% من الأوزان بعد هي بين 76 و 101 خلا نروح على اختبار المعنوية اختبار الطبيعية نلاحظ أنه قيمة السيجنيفيكانس أكبر من 0.05 نحن مثل ما تعلمنا باختبار الطبيعية دائماً إذا كانت قيمة المعنوية أكبر من 0.05 البيانات بتتوزع وفق التوزيع الطبيعي إذن هذه البيانات تتوزع توزيع طبيعي هون رح نحطهم جنب بعض ندخلهم ندخل العين الأولى جنبه تماماً العين الثاني بنقوله أوكي نروح على الجداول اللي طلعتنا هذا أول جدول هون للارتباط فيه ارتباط قيمته 97% بين قبل و بعد المعنوية الصفر تقريباً يعني فيه ارتباط معنوي كيف رح نقرأ هون هذا الجدول نروح على المعنوية 0.014 نحن اتفعنا دائماً إذا كانت قيمة المعنوية أقل من 0.05 بنرفض هاد يعني هاد رح نرفضه اتش صفر يعني نحن ناخد اتش واحد إذا كانت هاي أقل من 0.1 ناخد اتش واحد إيش يعني اتش واحد يعني فيه اختلاف معنوي للأوزان قبل وبعد هذي الطريقة المتبعة يعني هاي طريقة الحمية اللي اعطانا ياها هي طريقة مفيدة نقصة الوزن فيه فرق معنوي هاي معناها فرق معنوي قيمة الفرق وجود عندي قيمته مثل ما شفنا نحن فوق قيمة الفرق تقريباً 8 كانت أو هيك شي بين قبل وبعد إذن يوجد اختلاف أو فرق معنوي بين الأوزان قبل الحمية وبعد الحمية نهون نكون وصلنا نهاية هاد الدرس درس القادم إن شاء الله نلتقري مع درس جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر